جملة من الموضوعات والقرارات الحكومية نقشها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم في مكتبي سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذية وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القسمي نائب حاكم الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليل عهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الرامية لتطوير البنى التحتية في الإمارة وتعزيز النقل الآمن اعتمد المجلس التنفيذي عددا من مشاريع تطوير وصيانة طرق في الإمارة لتواكب أفضل معايير الأمن والسلامة كما اعتمد المجلس أيضا مذكرة الاستئذان التشريعي لتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم منح خدمة تمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة واتطلع المجلس على جهود مطار شارقة الدولي في تنفيذ أفضل المعايير الصحية العالمية في خدمات ومرافق المطار والتي تكللت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للمطارات التي منحت لمطار شارقة الدولي من قبل مجلس المطارات الدولي ويأتي هذا الاعتماد بعد مراجعة وتقييم كافة المعايير والمتطلبات التي وضعها المجلس بالإضافة إلى جهود مطار شارقة الدولي لتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز من السلامة